ظاهرة انتشار السلاح خارج سلطة الدولة باتت مصدر قلق ورعب يقض مضاجع العراقيين وقد دعا تفاقمها مفوضية حقوق الإنسان في العراق للاعتراف بها والتحذير من تدهور الحالة الأمنية في البلاد في حال عدم إيجاد حلول حاسمة للقضاء عليها المفوضية عبرت عن قلقها من الظاهرة قائلة أن انتشار السلاح داخل المدن بصورة فوضوية من دون أي معالجات حقيقية من قبل الجهات المختصة يمكن أن يسفر عن حوادث مؤسفة في البلاد وأن انتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة يتناقض مع القوانين ومبادئ الدستور العالي المفوضية ورأت كذلك أن ظاهرة انتشار الأسلحة تشكل خطرا يهدد السلم الأهلية والمجتمعية في المدن العراقية وينتهك حقوق الفرد في ممارسة دوره الإنساني ويضعف دور الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون والعدالة كما يوفر فرصة للعصابات لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المواطني وطالبت المفوضية الجهات الحكومية المسؤولة بإصدار القرارات الرادعة بحق المخالفين وتجريمهم بحمل السلاح من دون موافقات قانونية لافتة إلى ضرورة القيام بحملات تفتيش دقيقة تشمل المدن والقرى كافة لمصادرة الأسلحة وتتغول ظاهرة حمل السلاح في العراق لتتجاوز الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى تخزين القاذفات والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى والرشاشات الثقيلة المتبتة على الآليات انتهاءا بالألغام والمتفجرات وهناك أسواق لبيع وشراء السلاح في العراق وسط صمت حكومي مطبق واتهامات بأن متنفذين حكوميين وآخرين في الأحزاب السياسية يديرون تلك الأسواق وقد أدت انفجارات في مخازن للأسلحة في العراق إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطني كان أبرزها انفجار مخزن في منطقة العبيدي شرقي بغداد في إيلول عام 2016 وانفجار آخر في مخزن بمدينة الصدر منذ أيام يذكر في هذا الإطار أن معهد الاقتصاد والسلام الدولي نشر مؤخرا نتائج تصنيف مؤشر السلام العالمي التي حل العراق فيها بالمرتبة الستين بعد المئة من أصل مئة وثلاث وستين دولة أدرجت في التصنيف ما يعكس حجم فوضى انتشار السلاح والجريمة في العراق ترجمة نانسي قنقر